فحدثتني امرأة من المغرب قالت لي والله يا شيخ أنا ما كنت أعرف هذا الشيخ من قبل أبدا ولكني قد رأيت منذ فترة رؤيا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا ورأيت رجلا يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا قالت فوقع في نفسي أن الرجل الذي أراه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة وهي تعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأاه حقا فإن الشيطان لا يتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في نفسي أن الذي أراه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي إن هذا الذي يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون أحد أصحابه قالت وما كنت أعرف الشيخ عبدالله كامل من قبل أبدا قالت فلما مات ورأيتك قد نشرت سورة هذا الرجل فإذا بهذا الرجل الذي أراه الآن الشيخ عبدالله كامل هو الذي كان يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية التي قد رأيتها من قبل الله أكبر لم يبق بعد النبوة إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له وهذه الرؤية كانت من هذه المرأة قبل أن يموت الشيخ عبدالله كامل رحمة الله عليه هذه والله عاجل بشرى المؤمن له في الحياة الدنيا ويوم القيامة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا وبذاك وبالصالحين من المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ترجمة نانسي قنقر